موسيقى موسيقى ذكرنا واحد القطعة صغيرة جدا يمكن تجيب على الكوكوت واحد الفيرسيون اخرى جديدة وتركب فيها هذا البيئاسا تتحمي المستعلك من انفجار الضغط حيث هذا الشيكين كنت نشوفه في اليوتيوب و كنت نشوفه هذا الشيكين ولكن لحد الآن باقي ما كانت لا تفاعل لأوله لأن المساج وصل قبل من شهر داباع داباع او الثاني والذي تكن نفكر ان نصوب ديزاين اخر ديال الكوكوت اخرى تكون عند اكين الفرق ما بينها وبين هذي اللي كينو هذي اللي يقدر نصلوا لها ان شاء الله من الان المستقبل غادي تعطي واحد نتجة مزيانة وما فيهاش الاحتمال ديال انفجار بالنسبة لهذه القطعة اللي بتاكرتنا مؤخرا لكتركب الكوكوت وكتحميها من الانفجار بصفة نهائية هي قطعة صغيرة تتراقب ما بين الصفرة اللي كنعرفو هذي اللي كتدور فوق الكوكوت والكلاب بالاخر سوكور من اللي كيكون هذو تعطلوا في العمال يعني ديك الساعة اللي كيتبوش بجوجه جنو كيتباع كتولي الكوكوت كتنفخ لان البخار لما كيسخن والبخار كيكون كتنفخ هذه الكوكوت وكيطلع الضغط بزاف حتى كتنفجر إن فوق كيتبوش وكتنفخ لكوكوت هذه البياسة ديالي عاد كتدير العمل ديالها وراها دي ما ما فيهاش لومبان وما كان لإحتمال الانفجار بالنسبة للعمل ديالة البياسة هي كتراقب ما بين هاد الكلابي وبين صفراء كتراقبهم مادم هما محلولين بجوجراء هيا ما ما عندهاشي دور ما عندهاشي عامل تتسنح تيتبوش هادو إن فوقت وصل الكوكوت واحد كيلو بار تتحلي هي وتتخلي الكوكوت تنفس حتى ترجع لحالة طبيعية ديالها بالنسبة لهاد البياسة هادي واحد المرأشت واحدة جارتنا عودونا عليها بأن ترتقات عليه هاد الكوكوت هادي من ثم بديتك نفكر وش يكون شي حل أو لا ما غديش يكون حل من ثم بديتك نفكر وطنطور وخدمت على البياسة ديال إلكترونية يعني تخدم ب بل حجرة صغيرة ديال المجانا أو لا ولكن من بعد كتشفت إن القطعة إلا كانت إلكترونية في أي وقت يمكن أن تتعطل ويكون الانفجار من هنا أو الثاني بذلت لما صار وخدمت على البياسة نرجع ميكانيك ولله الحمد وفقنا الله وصلنا للمرحلة النهائية في هذه القطعة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس تشترك في القناة تشترك في القناة